بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم حلقة غريبة شوية لعشاق الميكانيكا اللي حنشوف من خلالها عن طريق السبرينجة او السوسة البسيطة ازاي بيشتغل المسدس اللقمة الصغيرة اللي حضراتكم شايفينها دي هي اللي بتزق الطلقة بعد ما تم دفعها عن طريق السوسة اللي موجودة في المشط اللي حنشوفها مع بعض دلوقتي ايه اللي بيحصل ازاي الطلقة بتخرج شايفين اللقمة الصغيرة دي اول ما بضغط على الزنات ايه اللي بيحصل بيتم تحرير المطرقة المطرقة دي بتعمل ايه المطرقة دي بتضغط على حامل ابرة ضرب النار او حامل الابرة اللي حتبدأ تضغط على المفجر او غرفة التفجير نفسها دي الابرة بتبدأ تضغط على الجزء الصغير او الجزء الضعيف اللي موجود في الطلقة عشان تعمل التفجير بعد ما حيتم الضغط بالبطيق حيتم عمل التفجير داخل الطلقة عن طريق احتراق البرود حيتولد عن احتراق البرود ده ضغط جديد وعالي جدا داخل الغرفة بتاعة الطلقة نفسها الطلقة مش كلها رصاصة الطلقة فيها في المقدمة المقذوف او الجزء اللي بيبدأ ينطلق خارج المسدس طب بتبدأ عملية الانطلاق بالشكل الميكانيكي الجميل جدا والمعبر عن الضغط الشديد اللي بيتم داخل الرصاصة بتبدأ تنطلق الرصاصة خارج المصورة طيب ايه اللي بيحصل هل المصورة دي مصمطة من الداخل هل هي عبارة عن صلت ما فيهاش تجويف لا فيها تجويف التجويف دي بتسمح بدوران الطلقة او المقذوف داخل المصورة التجويف دي بتبقى خطوط طولية او بشكل واخد زاوية 45 تقريبا عشان تبدأ الطلقة تلف مع الهوى ويرجع بعد كده المقذوف او الفرغة بتاعة المقذوف او بتاعة الرصاصة تبدأ تطلع بشكل ميكانيكي جميل جدا هنشوفه مع بعض بشكل كامل بتركب المشت الخاص بالرصاص او اللي فيه الطلقات وازاي عن طريق السوسة بتبدأ السوسة الصغيرة اللي في اسفل الخزنة تبدأ تضغط على الطلقات هركب الطلقات في الخزنة الخاصة بيها وتبدأ الرصاصة تطلع في شكل سيابي جميل جدا وحنلاحظ ان المصورة متحركة بعد كده بتبدأ ابرة اطلاق النار او صنع الشرارة او صنع الانفجار داخل المقذوف يبدأ بعدها المقذوف ينطلق بشكل جميل جدا ما احلاها الميكانيكا ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة